موسيقى السلام عليكم حبيباتي ان شاء الله تكونوا بأرسحة اليوم سوف نحضر واحدة طبقة للوبيا لأنني تعجبني الكثير من اللوبيا لا أعرف لأنني تعجبني اللوبيا قمت بتعليق مطيشة ان شاء الله تعجبكم الطريقة تابعوا معي المراحل نضع على بركة الله لدينا مطيشة هناك مطيشة وانا ارى مطيشة هذه مطيشة غزالة لأنها خاطرة مرملة لدينا مطيشة خاطر وارباح اضعوا مع الناس وانا نضعوا بحل الوبيا وانا لا اصلاقها موالا وانا نقصها 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 وارجع معكم ان شاء الله هذه مطيشة مطيشة كما قلت لكم را خاطر وزمينة هنا قدرت معلقة كبيرة وانا نقصت معلقة من افلت العملية وانا نقصها ووما نقصها ساعزة اضغنا نقصها وانا نقصها وانا نقصها نقصها ساعد بزهر بزهر لم تقصتها على سبيل حياة وانا نقصها ونضيف الفم ونضيف سكين جبير لا نضيف سكين جبير لأن السكين جبير كان كثيرا وكانت خرق معرقة كثيرة يجب أن يضيف الماضي لكنه سكين جبير تقريبا 1.5 معرقة هذه العطرية الربع لا نضيف دابا والملح لا نضيف دابا الملحة تعطل قليلا لطيب اللوبيا لا نضيف ونضيف مضيف اللوبيا واللوبيا واللوبيا اما نضيف ضربة زيت الزيت القليل لدينا زيت قليل زيت قليل اما هو زيت قليل قليلا لنضيف زيت قليل المطقة نخلطها ٣٤٦ أو ٤٠ بها ربج toxic المطقة Pour frigo ثم نرش و مصطحة موايضة نضيف تقريبا اضافة و الزيادة للماء نضيفها نضيفها طيب نضيفها طيب نضيفها طيب نضيفها طيب القرنة رباع فليفلت الحرد والملح الداخل لم تضيف الشوف لو انتم حمال units لقد اشب pee اي شيء Flore وشكل الملح و السنننزي الملح و الفني لا يكون دافئ سوف أعود قليلا لا أريد أن أرمي الفلفلة حتى نرمي الفلفلة سوف تفقس لي في وسط الماكلة و سوف يأتي الماكلة سوف ندوز عليها 1-4 ساعة قريبا لما تسوق سوف تكون قليلا بعد مرات الخلطة سوف نضيف قليلا سوف نضيف سوف نرمي الفلفلة حتى نرمي الفلفلة لما ترون أفضل سوف نضيف في الواقع سوف نضيف كما ترون سوف نضيف لأنه دافئ لذلك المريفة أكثر يستطيع أن ترطب سوف نضيف نضيف كما ترون حبيبتي اللوبيا طافت تأتي خطرة مرايقتها و تأتي زوينة و لا تأخذ وقت طويل في الطياب تريد أن تأتي مع خبيزة الطياب تأتي أكثر من رائعة و تأتي زوينة و تأتي باللوبيا و سهلة و سهلة و لا تأخذ وقت طويل مع خبيزة الطياب كما قلت لكم و لماذا تكون طريقة طياب اللوبيا لا تنسوا و تخلي بلي واحد لايك و كان شكرا للناس لي الله جاو جدا تعرض تعليقاتهم زوينة حقي و مرحبا بهم و مرحبا بالناس القدم كذلك و مرحبا بهم و خليت لكم الراحة و في أمان الله